أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح اليوم رح نستكمل حديثنا مع القصة رضا عدلي ورح نتكلم عن الشهادة العلمية للكتاب المقدس وأنا عاوز أقول في البداية أنا بشكر كل الأحباء اللي اتواصلوا معنا على المشاعر الدافئة والكلام الجميل وفعلا الدعم المعنوي احنا عملنا استفتاء هل الكتاب المقدس كلمة الله تلتين من اللي بتابعونا من الجماهير تلتين قالوا نعم إنه كلمة الله والأغلبية الصاحقة طبعا مسيحيين التلت الآخر قالوا لا ليست كلمة الله طبعا غير المسيحيين ونحترم كل أراء ولكن كما سمعنا الأسبوع لمضى إنه إثبات والدليل على صحة وعلى عسمة الكتاب المقدس لا يوجد لها أي مثيل وبعدين بصراحة في رسائل عديدة وصلتنا تشجيعات كتير دافئة ولو أردت أن أقرأها لأنه مكتوبة حتى في الكلام الصغير لكن الكل عم بأكد وأنا بشكر الله من أجل جمهورنا عم بأكد أن الكتاب المقدس هو كلمة الله سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق اليوتيوب أو التواصلات يعني الكل أجمع أنه كلام الله المعلم بالروح القدس كتابنا المقدسة هو وحي إلهي وكتاب من الله والدليل على ذلك هو الكتاب المقدس نفسه طبعا كلمات كتير حلوة كل الكتاب هو موحى به من الله لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مصوقين من الروح القدس الكتاب المقدس يقول عن نفسه أنه علام الغيوب ووصايا الله وكلمته وعوده المكتوبة بإيحاء روحه يعني بتشوف دعم مستمر من خلال الكتاب هو المعصوم عن الغلط ومنزها عن النقد البشري إن كان الله معصوم من الخطأ فكذلك تكون كلمته وتقوم عقيدة عصمة كلمة الله على إدراكنا لكمال شخصية الله كلام الله أو نموس الرب كامل يرد النفس لأن الله نفسه كامل الكتاب المقدس هو كلمة الله القدير والصادق سيحفظ كلمته من أي تحريف أو زغل أو ضياع فالإدعاء بتحريف الكتاب المقدس هو تشكيك بقدرة الله على حفظ كلمته وهو تشكيك بمصداقية الله المنزه عن الكتب الله حافظه طبعا فيه كثير هؤلاء النقاد يعني شخص آخر يهاجمون الكتاب المقدس هم يناطحون الصخر مرة تانية بأكدوا على الكلمة اليونانية بشكر الله من أجل جمهورنا الظاهر أنه واعي وناضج روحيا بيتكلموا عن المعنى الأصل في اللغة اليونانية هو نسمة من الله نفخها في قلوب الكتاب القديسون بأنفاس الله برافو عليك هي هاي الكلمة صح تأثير روح الله الفائق للطبيعة على الفكر البشر وبعدين فيه المديح والإطراء وكل الكلمات الحلوة أنا بشكركم وعلى ما يبدو أن شخصية القص رضا عدلة محبوبة من كتير من الناس دايما بيذكروا بالاسم طبعا صعب أن أفوت في كل التفاصيل يعني سند ووسط كل المشقات ومعين ضد الهجمات والمخادعين والاضطهادات كله يعني بيكلم الكتاب المقدس نسيج واحد يشير إلى المسيح مكتوب بكتاب بثقافات مختلفة لكن الروح واحد إضافة رائعة اللي هو طبعا بيتكلم عن كمان القص رضا الذي يدعي بتحريف الكتاب المقدس يطعن في صحة كتابه المتناقل الحديث مع القص رضا عدلة قمة في المتعة بوافق طبعا وأتمنى المزيد من الحرقات حبه الاقتباس دع الأسد يدافع عن نفسه انسكت هؤلاء الحجارة تنطق وهكذا وهكذا يعني آه كمان بحب أحذر يعني في بعض الناس اللي اللي يمكن إحنا إذا في ناس بتهاجمنا أو بتتكلم بكلمات وقحة أو ضد الكتاب إحنا مش مفروض نرد بنفس الابضاعة أو بنفس الكيفية أحبائنا مشاهدينا فيك تتكلم لك الحق الدافع وتتكلم كل أشياء بس خلي كلامك بالمعقول بدون أي إهانة إحنا بنرفض أي إهانة لأي شخص بكمل كمان بكمل يعني كلها تقريبا بنفس السرد تقريبا نفس الكلام كأنه كل الناس متفقة على نفس الموضوع والحفظ وإلى آخره ناس بتسأل وإنت الحلقة الثانية مع القصر دا عدلي اليوم رح يكون بتمنى أنك بتشاهدي هذه الحلقة وطبعا مديح إلى آخره الرب يبارككو أحبائي نشكر رب من أجلكو خلينا نعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة